اتفقنا ان في حاجة اسمها الاعمال التجارية الاصلية المنفردة ودي الاعمال اللي لو استعملت لمرة واحدة من تاجر او غير تاجر بيعتبر العمل ده تجاري وتكلمنا في الفيديو اللي فات عن احد هذه الاعمال وهو شراء المنقول بقصد بيعه او تأجيره خلينا بقى النهاردة نتكلم عن تاني عمل من تلك الاعمال الا وهو الاوراق التجارية انا عمر العروسي وبرحب بكم الاوراق التجارية هي عبارة عن محررات مكتوبة وفقا لاوضاع شكلية محددة بالقانون ليتم تداولها بالطرق التجارية وتمثل حقا موضوع ومبلغ من النقود مستحق الوفاء في معاد معين والاوراق التجارية دي لها ثلاث خصائص تعالوا اقول لكم عليهم بسرعة اول خصيصة الشكلية يعني الاوراق التجارية لها قالب معين حدده القانون لازم مصدر الوراق التجارية يلتزم بيه علشان تبقى صالحة للاستخدام فيجب ان تكون تلك الوراقة مكتوبة وتحتوي على البيانات التي حددها القانون واهم تلك البيانات المبلغ المالي المستحق وتاريخ استحقاق هذا المبلغ الخصيصة التانية هي القابلية للتداول بالطرق التجارية معروف ان التجارة الحركة فيها سريعة ومش مستحملة عطلة اذا الوراقة التجارية يجب ان تسمح بالانتقال من شخص لاخر بمنتهى السهولة واليسر من خلال تظهرها يعني صاحب الوراقة ممكن يمضي على ظهرها بما يفيد انتقال الحق لشخص اخر ومن تبعات ذلك ايضا ان تكون تلك الوراقة خالية من اي مشاكل ممكن تعطل صاحب الحق من تحصلها زي ما يكون مكتوب فيها تفاصيل وشروط استرداد كتير او دفوع ممكن يتمسك بها المدين ضد الدائن الموضوع لازم يكون ساهل لابعد حد علشان كده ما ينفعش اكتب على الوراقة التجارية انها غير قابلة للتداول او انها تكون حصريا باسم فلاني الفلاني دون غيره لان ده بيعطى المسألة قابليتها للتداول الخصيصة التالتة والاخيرة بتقول ان محل الحق في الاوراق التجارية يجب ان يكون مبلغ من النقود مش التزام بعمل او تسليم شيء معين محل الحق ببساطة دفع مبلغ من المال ولازم المبلغ ده يكون محدد هو مستحق امتى اما في تاريخ معين او عند الاطلاع يعني اول ما يستلمها المدين يدفع على طول وعلى فكرة تاريخ الاستحقاق ما ينفعش يجزق يعني ما ينفعش المبلغ يكون مقسم على اقصاد تدفع في تواريخ متفرقة وده اللي بيطلق عليه وحدة تاريخ الاستحقاق ايه بقى انواع الاوراق التجارية عندنا الكنبيالة ودي ورقة تجارية ثلاثية الاطراف احمد عايز فلوس من علي فبدل ما ياخدها هو الحسن يروح ياخدها من علي قد يكون حسن داين لأحمد بفلوس او غيره المهم هنا احمد هو اللي حرر الكنبيالة يبقى احمد هو الساحب وعلى اللي حيدفع فبيسمى المسحوب عليه اما بقى اللي حياخد الفلوس ويستفيد بيها وهو حسن فبيسمى المستفيد وميزة الكنبيالة انها اداة وفاء واقتمان مع بعض يعني ممكن في المثال السابق حسن يكون عايز فلوس من احمد فاحمد يحرر له الكنبيالة علشان يطمنه طب دي وسيلة الاقتمان والعادي بتاع الكنبيالة انها وسيلة للوفاء بالدين اللي عايزه حسن من احمد والورقة دي يا جماعة تجارية بجدارة تجارية جدا تحرير كمبيالة يعني القيام بعمل تجاري في كمان السند لأمر وده بسيط بيكون ما بين اتنين المحرر اللي هو كتب على نفسه والمستفيد اللي هو بيقبض والسند لأمر بيعتبر اداة وفاء واقتمان زيه زي الكنبيالة بس بقى السند لأمر صفة التجارية مستبتة يعني لو هو صادر من تاجر وبه نسبة قيامه بتجارته يبقى السند لأمر ورقة تجارية ولو كان صادر من غير تاجر لأمر عادي فبيعتبر ورقة مدنية وعلى فكرة الصفة الاولى اللي هتخدها الورقة التجارية بتستمر معاها حتى لو تحركت من ايد لأيد يعني لو السند لأمر كان صادر من تاجر فبيعتبر ورقة تجارية فحتى بعد كده لو تم تصهيره لشخص مدني فالصفة التجارية للورقة بتفضل لزق فيها اخر ورقة معانا هي الشيك وهي ورقة تجارية ثلاثية الاطراف زيها سي الكنبيالة بالصد بتصدر بأمر من الساحب على المسحو عليه ويستفيد المستفيد من المبلغ المالي المسجل فيه بس هو بيختلف عن الكنبيالة ان المبلغ المالي المثبت فيه بيكون مستحق بمجرد للطلع ولا يمكن تحديد موعد الاستحقاق بتاريخ معين وشيك يا جماعة صفة التجارية مش تبتة يعني على حسب لو تم اصداره بمناسبة معاملة تجارية فهو ورقة تجارية وإلا كان ورقة مدنية كده جماعة احنا اتكلمنا عن تعريف الأوراق التجارية خصائصها وأنواعها شاكر لحسن المتابعة واشوفكم على خير